اشتركوا في القناة فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعرب لجلالتكم عن خالص تهننا وتبركاتنا بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى الخامسة عشر لإقرار مثاق العمل الوطني والذي جاء تعبيرا حكيما عن رؤية جلالتكم في نهج العمل الوطني لمسيرة التقدم والنماء من أجل تحقيق آمان وطموحات شعب البحرين الوفي إن إقرار المثاق وقد عقس توافق إرادة شعب البحرين مع رؤية جلالتكم الحكيمة قد أبرز الحس الوطنية الرفيع لهذا الشعب النبيل وتقديره للمسيرة المباركة التي تقودونها جلالتكم بما أتيتم من حكمة وبصيرة لتحقيق تطلعاته في مزيد من التقدم والنماء وإنه لا يسعدنا كثيرا في هذه المناسبة الوطنية المجيدة أن نؤكد عزمنا على مواصلة العمل بكل قوة وإرادة لتحقيق تطلعاتكم النبيلة الرمية إلى مزيد من التقدم والنماء تعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسبغ عليكم موفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتقدم في بلدنا الغالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب أسمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى هذا نصها صاحب أسمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطني إننا نستقبل هذه الذكرى وقد منى الله علينا بالتوفيق والنجاح حيث تحقق لشعبنا ما كان يطمح إليه وقد تبنى مشروعنا الحضاري هذه التطلعات وسعينا معا لتأسيس دولة حديثة بإمكانيات تتفق مع الدور المنوطبها محليا وأقليميا وعربيا إننا نلتفت إلى ما أنجزنا في هذه السنوات ونجد أننا حققنا الكثير الكثير ونحن نسترشد بامثاق العمل الوطني الذي كانت إسهاماتكم في تحقيق ذلك موضع اعتزازنا وتقديرنا إن دوركم البناء في تلبية طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية وخبراتكم الجليلة في هذه الحقول جميعا هي رمز للقيادة العلمية لتحقيق طموحات هذا الوطن العزيز حفظكم الله وأمد في عمركم ومتع سموكم بالصحة والعافية ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإقرار مثاق العمل الوطني هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع لجلالتكم خالص التهاني والتبركات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت على مثاق العمل الوطني هذه المحطة الوطنية المحورية التي تؤطر خط الوطن بقيادتكم الرشيدة في مسيرة الخير والنماء التي تعتمد استمرار التطوير المستدام سنة راسخة سيدي صاحب الجلالة سيظل الرقم 98.4% رمزا له قيمته الجوهرية وعنوانا للمشروع الإصلاحي الذي تقودونه جلالتكم نحو المزيد من المكتسبات التي تؤسس لمستقبل مشرق لأبناء البحرين وبهم إذ تعود علينا هذه المناسبة الوطنية الغالية بمعانيها السامية من الاعتزاز بالهوية البحرينية الجامعة والحرص على تكريس النهج الوطني الهادف لتحقيق مصلحة الوطن العليا لجميع أبنائه الكرام الذين بتكاتفهم تحت قيادة جلالتكم رشيدة يظل الوطن شامخا قادرا على التعامل مع جميع المتغيرات بإرادة واعية تبلور الفرص الواعدة وترنو للتحديث الهادف بتكامل الجهود المخلصة للبناء على ما حققناه من أسس في دولة المؤسسات والقانون وإنني يا سيد صاحب الجلالة لا أعاهد جلالتكم حفظكم الله ورعاكم على المضي قدما في خدمة توجيهات جلالتكم نحو تلبية رؤاكم السديدة لمملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويديم عليكم مفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والعطاء التي تقودونها جلالتكم بكل حكمة واقتدار من أجل خير وازدهار مملكتنا العزيزة ودمتم سيدي بعون الله سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدة برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بكل الاعتزاز لقينا برقية سموكم المهنئة لنا بالذكرى الخامسة عشر لمثاق العمل الوطني لقد كان هذا المثاق البشارة العظيمة المؤسسة لمشروعنا الحضري الذي يشكل مقدمات مواجهة التنمية والبناء الممنهج لدولة حديثة تقوم على أسس مدروسة لتحقيق متطلبات المستقبل والأعداد لبناء سياسي يعتمد على الحرية والديمقراطية والمنعة والبناء الاقتصادي السليم الذي يستجيب للتحديات إننا بحمد الله نعتز بما انجزنا ونثق بأنفسنا للمزيد من الإنجازات لتكون مملكة البحرين النموذج الأرقى في التعامل مع التحديات وتجاوز الصعاب وتحقيق الأمال التي يتطلع إليها شعبنا العزيزة إن دور سموكم في تحقيق هذه التطلعات له موضوع اعتزازنا وثيقاتنا حافظكم الله ورعاكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية من صاحبة السمو الملكي الأمير السبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني هذا نصها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفنا يا صاحب الجلالة نرفع إلى مقامكم السامي أخلص التهن والتبركات بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني الذي ثبت أركان حق المرأة البحرينية من المشاركة السياسية بتوافق وطني شامل تلاقت فيه الإرادة الشعبية مع تطلعات قائدها ورؤيته الطموحة بأن تكون مملكة البحرين نموذجا للإصلاح والتحديث المستمر والتأسيس المنضبط لدولة القانون والمؤسسات بما يحفظ لشعبكم الوفي رجالا ونساء حقهم الأصيل من المشاركة الديمقراطية المتزنة والمسؤولة ونحن وإذن نهنئ جلالتكم حفظكم الله بهذه المناسبة الوطنية فإنه لا يسعدنا وبكل فخرنا نؤكد بأن رؤية ورسالة ميثاق العمل الوطني قد أثمرت عن العديد من المنجزات والنتائج الإيجابية التي لا تخفلها عين منصفة وستطعت أن تترجمها مؤسسات الدولة على اختلافها ولقد كان للمرأة نصيب واضح للعيان في ذلك بعون من الله وبفضل قناعتكم الراسخة بشراكة المرأة البحرينية ودعمكم اللامحدود لجهودها في خدمة وطنها دعينا المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ويعينكم على مواصلة تحقيق ما تتمنون من خير ونماء لمملكتنا الغالية وشعبها الوفي ودمتم في حفظ الله سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة هذا نصها صاحبة السمو الملكي قرينتنا الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظه الله رئيسة المجلس الأعلى للمرأة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تلقينا بكل الاعتزاز برقية سموكم لنا للتهنئة بالذكرى الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطني وإننا نستحضر هذه السنوات المثمرة التي احتضنت مشروعنا الحضاري من أجل بناء وطن معافى مقتدر على مواجهة الصعاب والتحديات ولقد نجحنا بحمد الله في بناء دولة حديثة تتمتع بالحرية والديمقراطية والمنع والرفاه وإن دور سموكم في رفض العمل الوطني والاجتماعي وقيادة سموكم لقطاع هام من قطاعات هذا الشعب المخلص بقيادتكم للمرأة في مملكتنا وإعدادكم لها للنهوض بالدور الكبير والعميق والراقي من أجل مجتمع متماسك متآزر كما أن نجاح سموكم في وضع المرأة على طريق التنمية والحرية والديمقراطية لهو موضع تقديرنا واعتزازنا حفظ الله سموكم ومتعكم بالعافية وحقق لنا جميعا ما نتطلع إليه ونسعى فيه من أجل وطن عزيز ودمتم سالمين والله يحفظكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وتلقى صاحب أسمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزارة الموقر حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب أسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزارة حفظه الله ورعى بمناسبة الذكرى الخمسة عشرة لإقرار متاق العمل الوطني هذا نصها صاحب أسمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لمثاق العمل الوطني أرفع إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبركات هذه المناسبة العزيزة التي يزدان بها السجل الحضاري لمملكة البحرين بما تحمله من قيم المسؤولية الوطنية الفاعلة وإخلاص النوايا والجهود لتتواصل مسيرة العطاء والنماء ضمن المشروع الإصلاحي بقيادة سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في هذه الذكرى العزيزة أجدد لسموكم التقدير والاعتزاز بما تطلعون به سموكم من جهد مؤثر وبارز يسهم في تحقيق وترسيخ المكتسبات الوطنية ويشرفني أن أعمل تحت راية جلالة الملك المفدى وأمره حفظه الله وفي معية سموكم وأنتم تقودون العمل الحكومي بكل حكمة واقتدار وأن أظل السند والمعين لتحقيق أهداف التطوير والتنمية بما يلبئ التطلعات وأهداف الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء البحرين الكرام ختاما أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية والسعادة لمواصلة عطائكم الخير في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه ودمتم بعون الله سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلقد طلعنا بالتقدير على برقية سموكم الكريمة المهنية لنا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لإقرار ميثاق العمل الوطني وإنه لمن دواعي سرورنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعبر عن شكرنا لما عكسته برقية سموكم من مشاعر وطنية نبيلة نعتز بها كثيرا مشيدين بما تؤالون سموكم بذره من جهد مخلص وما تقدمونه من عطاء وطني اسهام فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا العزيزة دعينا المولى عز وجل أن يحفظكم ويسبغ عليكم مفور الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء